موسيقى وإلى الأزمة السورية فقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بما توصل له قادة مجموعة الثماني بشأن سوريا وأكد مون استعداده العمل على إنجاح عقاد مؤتمر جينيف 2 حول سوريا في أقرب وقت ممكن لمساعدة الجانبين السوريين في التوصل إلى اتفاق شامل على أساس مقررات مؤتمر جينيف الأول الصدر عام 2012 من جانبه أكد الاتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية في بيان صدر عنه اليوم أكد التزامه بقبول أي حل سياسي يحقن الدماء ويضمن رحيل نظام الرئيس بشار الأسد ويحقق تطلعات الشعب السوري بأنهاء المعاناة التي يعيشها منذ أكثر من عامين مؤتمر جينيف للسلام لحل الأزمة السورية يؤجل إلى أقرب وقت ممكن هذا ما أعرب عنه قادة مجموعة الثماني في بيان ختامي للقمة التي وصفت قراراتها المتعلقة بالشأن السوري بالحد الأدنى تاركة كافة مسائل النزاع معلقة البيان الختامي حول سوريا بصيغته الفضفاضة والغامضة عكس الخلافات العميقة بين موسكو والغرب حيث دارت نقاشات محتدمة وصلت بين الطرفين إلى تبادل الانتقادات والكلام الجارح حين أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن التوصل للاتفاق لم يكن أمرا سهلا ما كادت أن تنهي القمة أعمالها حتى وجه بوتن صفعة شديدة للمجموعة بحديثه عن إمكانية إرسال شحنات جديدة من الأسلحة إلى النظام السوري كما تجدد الخلاف مرة أخرى إذ اتهمت كل من باريس ولندن ومن ثم واشنطن النظام السوري باستخدامه لغاز السارين السام إلا أن موسكو اعتبرت هذه الأدلة غير مقنعة لكنها وافقت في نهاية المطاف على الإدانة العامة التي وردت في البيان رئيس الوزراء البريطاني أكد على إبقاء الباب مفتوحا لمستقبل قوات الأمن وخصوصا العسكرية للنظام واجب الحفاظ عليها وإعادتها في مستقبل البلاد القريب مضيفا أنه لا يمكن أن يتصور أن يمارس الأسد أي دورا مستقبليا بسوريا غير أن الجانب الروسي أعلن أن السوريين هم فقط من يملكون حق تقرير مستقبل بلادهم إلى ذلك رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بمشاركة إيران في مؤتمر جينيب الثاني إذ كانت هذه المشاركة مفيدة بحسب قوله وأعرب القدى بالبيان عن قلقهم من إزياد أعداد الجهاديين مبدين مخاوفهم من تنامي الإرهاب والتطرف في سوريا ومعربين عن أسفهم لكون الطابع الطائفي هو الطاغي وبصورة كبيرة على طبيعة النزاع على الأرض إذن اجتمع الكبار وكان لسن حالهم أنهم اتفقوا على أن لا يتفقوا ليبقى أزيز الرصاص وأصوات القذائف على الأرض السورية أعلى من صوت الدبلوماسية بين موازين القوى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر